مشاهدين للحديث عن تشكيل الكابينة الحكومية وجلسة التصويت عليها ينضم إلينا من بغداد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي أهلا ومرحبا بك دكتور إحسان في نشرة السادسة أهلا وسهلا لم يحدد مجلس النواب حتى الآن موعد التصويت على الكابينة الوزارية التي سيقدمها السوداني وأيضا مكتب رئيس الوزراء المكلف يقول أنه يقوم بفحص هذه الأسماء عبر اللجان هل نستطيع القول أننا نحن الآن في ساعات الحصم الأخيرة قبل الذهاب إلى جلسة التصويت على هذه الكابينة شكرا لكم على الاستضافة بما لا يقبل الشك نحن أمام الساعات الحرجة جدا ليس فقط على مستوى عقد الجلسة من ناحية التاريخ وأنما ساعات حرجة ترتبط أولا بحسم الصراعات أو التنافس التدافع ما بين القوى السياسية من جهة وأيضا ضمان مصالحها في هذا التدافع وأيضا ساعات حرجة بالنسبة لرئيس الوزراء المكلف فيما يرتبط بمستوى الضغوط التي يمكن أن يستجيب لها من خلال ضغوط تمارسه هذه القوى السياسية بعملية الحصول على مساحة محددة داخل الكابينة الوزارية من جهة أو محاولة فرض اسم معين على رئيس الوزراء لكن بالنهاية الاتفاقات السياسية هي من ستحسم الموضوع قد نكون مام سيناريو يدفع باتجاه إذا لم تحسم هذه الصراعات قد يكون رئيس الوزراء المكلف مضطر إلى اعتمد مسار منح الثقة بمرحلتين أي أن يقدم النصف زائد واحدة أو أكثر من ذلك لغرض الحصول على الثقة ومن ثم تأجيل حسم بعض الوزارات الأخرى خصوصا وأن الوقت لا أقول بدأ ينفذ على مستوى المتبقي له من المدة الدستورية لكن بالنهاية هو أمام تحدي لحسم هذه الخلافات لأن الاستمرار بما لا يقبل الشك قد يؤدي إلى انفراط عقد كثير من التفاهمات في ظل الصراع على الوزارات مع ذلك أنا أتفق معك من أنه إمكانية أن تحدد أجلت خلال الساعات القادمة أمر وارد هذا أمر إرادة سياسية واتفاقات بعيدا عن السياقات أو تكون في أقصاها الأسبوع القادم نعم